أعطيكم العافية إن شاء الله اليوم نأخذ جزئية ثانية من الهملوتيك أنيميا الأنيميا أول شيء بدك تعرف أن الهملوتيك أنيميا أو الأنيميا بشكل عام هي فقر بالدم حكينا أنه فيه بلاد لوس أو ديستركشن كثير للربيسي أو تعويض قليل للربيسي يعني ربيسي مش عم تتكون كفاية أو ربيسي عم تتحطم زيادة عن اللذوب أو بلاد لوس بسبب التروما أو أي باثولوجيكال أو أي باثولوجي تاني مايكروستيك أنيميا بتكون الخلايا أصغر من الطبيعي الماكروستيك أكبر حكينا الماكروستيك مثال عليها مين؟ آيرون ديفشونسي ثلسيميا آيرون ديفشونسي أنيميا واللي هي يعني الإشي المتعرف عليه أو الثلسيميا ماكروستيك فوليت and B12 ديفشونسي أكبر مثال عليها وبنسميها شو هاي؟ بنسميه ميقالو بلاستيك أنيميا صح؟ ميقالو بلاستيك أنيميا والـ CBC تست أنا بعمله عشان أشوف الهيموغلوبين لفل عشان أشوف الـ CBC لفل بالمليونز بشوف الهيماتو كريت بشوف الـ mean cell volume بشوف الـ red cell volume هاي كل هالأشياء أنا بشوفها بايش؟ بالـ CBC لو الـ Reticulocyde حكينا مبارح إيش الـ Reticulocyde حكينا هي immature RBC تطلع بحالة الأنيميا والهيماتو كريت حكينا هو test measure بنقص فيه شو الـ proportion of red cell blood red blood cells in your blood يعني بتشوف الـ proportion بتاعت الـ RBCs بالـ blood يعني في ناس لما بنجيب الـ test tube ونشوف الـ RBC مقارنتهم بالـ plasma بتشوفوا مثلاً النص الأحمر قد نص الأصفر طبعاً أنا أريد أن أفرجيكم نص الأحمر ونص الأصفر يعني بالـ test tube نفسه هون بنشوف test tube فياته plasma فياته white blood cells وفياته red blood cells هلا أنا هوا أنا عبلي أنها الصورة من جوجل مش قادر أأشر عليها بس شايفين هذا الـ RBC fraction يعني هلا شوفوا الأحمر هذا الجزئية هاي RBC وجزئية اللي فوق الصفر وجزئية البيضة إذا كانت الـ RBC قد الأصفر هون بتكون الهيماتوكريت حالي الهيماتوكريت متواطي لما الأحمر يكون أقل بكثير من الأصفر طبعاً هذا النورمل مرات بيكون لا الأحمر لا هون للنص يعني نص الأحمر اللي هون لعند الشحطة اللي رايحها الـ RBC هذا بيكون الهيماتوكريت فيه واطي تمام فأنا بحكي CBC test بعمل الهيماتوكريت red cell in million ويكونوا تقريباً من 4 ونص مليون يعني عند الإناث ممتاز 4 أو 5 عند الذكور ممتاز mean cell volume السل نفسها حجمها طبيعي ولا أكبر ولا أقل من الطبيعي red cell distribution width طبعاً نشوف widths على السل نفسها mean cell hemoglobin or mean cell hemoglobin in picogram طيب بعدين نحكي عن additional tests هذول additional tests كل التests أصلاً هذول بالفيسيولوجي مطالبين بحفظهم البثولوجي لا يعني serum iron هو الحديد كل أشكاله ferritine transferrin iron binding capacity كلهم رح تشرحهم دكتورة إنصاف إنه إيش يعني transferrin إيش يعني ferritine إيش يعني iron binding capacity لما أنا بسأل هذا السؤال أنت تشوفوا جاوبته أو لا إذا جاوبته مميمي إذا ما جاوبته أرجعوا درسه الفيسيولوجي بلازمان conjugated بليروبين البليروبين هو لو بتكونوا تعرفوا البليروبين أخذته بالبيوكيميستري بس برضو البليروبين هو المادة بالفيسيس لو بتشوفوا اللون الفيسيس هو نفسه اللون البليروبين الصبة هاي الصفرة ومرات بيكون بحالات الجوندايس بتشوفوا العيون الإنسان عليهم كتركت وفيه البياض بيكون أصفر بسبب البليروبين تمام والبيليروبين هو الناتج النهائي لتحطيم الهيموغلوبين كمان هاي إشي بكوا تحفظو يعني البيليروبين أو تفهموه هو هيموغلوبين بس ما تحطم شو أعطاك أعطاك شغلتين أعطاك بيليروبين وبليفيردن البليفيردن 100 وعطاك الحديد تحول لشو هيموستدرن الحديد تحول لهيموستدرن طيب الاكتدي هيدروجينيز هيموليتي دائماً إلاكتدي هيدروجينيز عالي أو واطي هبتاقلوبين عالي أو واطي بيليروبين عالي أو النواطي دغري بتروح يروح هناك لشو للهيموليتيك أنيميا والهيموليتيك أنيميا مش إشي نادر يعني إشي كثير شائع وأكثر أكثر مرض دم يمكن شائع بالعالم هيموغلوبين إلكتروفوريس تحفظو اسمه إلكتروفوريس هلا شفنا مبارح أنه بدك تقارن هيموغلوبين طبيعي بهموغلوبين مش طبيعي بتشوف في هيموغلوبين اس سيكل سيل أنيميا هيموغلوبين أنواع ثانية أو مفقودة ثلاثيميا كومت تست and بلد سمير البلد سمير اللي عينة البلد اللي بيشوفها بالهيستولوجي بتشوف الهيستولوجي بتشوف أر بي سيز وليمفوسايت ونيوتروفيل وبيتليتس وغيرها بتشوف خلايا الدم تمام كل التست هاي راح تطبق يعني هي تست شائع جدا يعني بكلهم بتشوفهم بالمختبر هيموغلوبين إحنا لما بكون عنا هيموغلوبين بيسترع عنا ريتسل دستركشن and اللايف سبان بيكون أقل من الطبيعي ريتسل دستركشن دي كريز او تو ليش أنا نسيج أنا نسيج النسيج هذا بدي يجي بلد بدي عن طريق الاربيسي الاربيسي إذا كان فيها اكسجين قليل هنا مشكلة بس المشكلة بتكون باللحيموغلوبين بس إذا الاربيسي نفسها قليلة بتكون مشكلة آنيمية طي الاربيسي قليلة اكسجين قليل التشو رح يدصm اكسجين قليل بيروح يودي إشارة ع الدماغ على الحال إذا المفروض أنه الحال الحال يعرف بودي order للكيدني انه شو اعطيني اريثروبويتن اعطيني اريثروبويتن. الارثروبويتن بيروح للبلد بيروح للبون مارو بيروح للليمفو تيك تيشو بيروح للكيدني اه للليفر اسف او للسبلين وبيبلشوا يعملوا اريثروبويسس بيعملوا اريثروبويسس فهاي هي العملية طبعا الارثروبويسس اللي هون افكتف ولا ان افكتف ان افكتف ان افكتف ليش لانه عندي مشكلة زي مثلا لحكينا خزان ماي مصطوح انت بتحط فيه ماي هو بيضل يطلع ماي يعني اللي حطيته رح تطلع فهذا ان افكتف لازم تصلح الخزان بس هاي مشكلة طبعا هريديتري مشكلة الانيمية غالبا وغالبا دوميننت والريسيسيف اخطر يعني اذا كانت رح سيفلس اسوأ واسوأ عند الناس شو يعني؟ يعني هي دايما هريديتري مرات بتكون جين سائد مرات بتكون جين متنحي عند الناس اللي بتكون جين سائد بتكون سهلة يعني مش كثير سيفير عند الناس اللي بتكون جين متنحي بتكون كثير سيئة كثير سيئة طبعا ريتكيولوسايت عددها الطبيعي بالإنسان الراشد يعني من 0.5% ل2.5% من السلس يعني عند الناس اللي مشكلة اللي عندهم مشكلة أنيميا أو غيرها بتكون عالية عند الأطفال بتكون من 2 إلى 6 مع أنيميا بتكون عالية فأنتوا بتقيسوها بالأطفال 7 أبنورمال 7 أبنورمال 6.5 أبنورمال ظل إشي واحد ما حكينا عنه الإيرثروسايتس هايبربليجا and reticulocytosis هاي كمان أشياء هم الهولماركس تاعت الأنيميا أو الهيموليتيك خصوصا إيرثروسايت هايبربليجا and reticulocyte وفي إشي اسمه إكسترامي دالة رهيماتوبويسس بالsevere cases حكينا وين بصير؟ بالليمفاتيكتشو بالليفر and spleen طيب نرجع محاضرتنا إحنا محاضرتنا بتكون إنترينسيك أو إكسترينسيك إيش هو الإنترينسيك أو الإكسترينسيك؟ الهيموليتيك أنيميا الهيموليتيك أنيميا مصطلح عام يشمل أشياء كثير يشمل كل red cell destruction اللي بيصير بيصير لعدة أسباب واحد الخلية نفسها من جوه إنترينسيك من جوه الفيزلز إنترا باسكولور إنترا كوربوسكولور يعني الخلية نفسها والخلية نفسها شو ما لها؟ فيها علة إيش العلة؟ بالميمبرين طيب بالميمبرين الميمبرين شو ممكن يكون فيه؟ إما البروتين اللي عام للميمبرين اللي عام للسكيلتون تاع الميمبرين أور الليبد بايلاير مش فيه فوسفوليبد بايلاير صح فالميمبرين الليبد نفسه فهذا المشكلة بالميمبرين ممكن المشكلة بالإنزايم إيش الإنزايم اللي ممكن تكون فيها المشكلة؟ هيكسوز، مونوفوسفيت غلوكوستيكس فسوديا هيدورجينيز غلوتافيون، سينثيتيز ما بتحفظوهم بس إنه بشكل عام أوردس أوردس بالهيموغلوبين سينثيز إيش يعني؟ يعني تصنيع الهيموغلوبين نفسه فياته مشكلة مشكلة واحد بتعطيك أبنورمل بالشيب بالشيب يعني الهيموغلوبين شكله غلط فهذا بنسميه سيكلس الأنيميا أو ممكن الهيموغلوبين يقليل وهي بنسميها ثلاثيميا فإذن مشكلتين واحدة أبنورمل هيموغلوبين أبنورمل غلوبين سينثيز يعني شكله مش طبيعي بتكون مثلا هو بيكون شكله طب ممكن يكون شكله مثلا الهيموغلوبين مثلا شكله هيك حكناها المرة الماضية بالأبنورمل شو بيصير شكله مثلا أنا بحكي فرضا مثلا هيك فهذا الشكل غلط فهذا سيكلس الأنيميا لأنه تغير الشكل أعطاك سيكلس الأنيميا صارت الخلية نفسه شكلها غلط هيك تفهموها بينما بحالات الثلاثيمية لا الثلاثيمية غير الثلاثيمية بتكون نفسه الهيموغلوبين أو ممكن تكون حكينا زي إشي بنسميه PNH والPNH اختصار ل طرف بهذا الشمس الهيموغلوبنيوريا هي هيموغلوبين بيورن بسبب مشكلة هيموغلوبينو بثى بيذا هيموغلوبينوبيّي هو النغة و ليس هناك هو هيموغلوبين ا بيصير إسمه للمشكله معينا المشكله معينا ببطرة ببطرة اسمه هيموغلوبين 結果 است Using هيموغلوبين والهيموغلوبين S يختلف عن الهيموغلوبين A انه ابنورمال وطبعا مشاكله كثير هلا راح نحكي عنه بالسيكلس الانيمي فاذا هيموغلوبين وبثي دايما سيكلس الانيمي لان الشكله غير ايوال اكويرد باركززز من الكتيرن الهيموغلوبين يوريا هاي بتكون انترنسيك برضو بس مالها اكويرد يعني مع الوقت بتتأثر بعوامل خارجية مش وراثية طيب بعدين في اشي اسمه اكسترنسيك الاكسترنسيك يعني هم بس هيك تحفظوا العنوين ومش مطلوب ان كنت نتعمقوا فيهم يعني اكسترنسيك يعني عامل خارجي ابنورمال اشي بيجي عليك من بره بيأثر على الخلية يعني مش بجوة الخلية بره الخلية انتيبودي مديايتد ايزوهيميغلوتنين او اوتو انتيبودي ايزوهيميغلوتنين زي الترانسفيوجي رياكشن اللي بتصير بالناس لما بتنقل لهم دم يعني ينقل الدم بيصير ايزوهيميغلوتنين وبيعطيك اشي زي الاشي اللي اسمه هايدروبس فيتالس اللي بيصير بالاطفال كمان هاد اشي ثاني بيصير بيصير بمشاكل عند الام فبيروح الدم منها ينتقل للبيبي فبصير اشي اسمه هايدروبس فيتالس وبيموت الفيتاس اصلا او او اوتو انتيبودي اوتو انتيبودي زي الاميون رياكشن فيه مرض اسمه سيستميكلوبس اريثماتوسيس ما بارف اذا مره عليكم بالجنيرال بس هو هاد المرض ايش الفكرة فيه الفكرة فيه انه خلايا المناعة خلايا المناعة بتعطي انتيبودي زي البيسيل بتعطي انتيبودي والانتيبودي بدل ما يهاجم الانفكشن اذا فيه اصلا بيروح يهاجم مين الجسم نفسه فهذا زي عميد او زي جاسوس فبيروح بدل ما يهاجم الشخص اللي الاشي اللي ممكن يعمل فيه مرض لا بيروح يهاجم الجسم نفسه فهذا بيكون خلل بالجسم خلل بالجسم فهذا المرض مثال عليه سيستميكلوبس اريثماتوسيس طبعا ممكن يروح يهاجم تيشو بالكدني ممكن يهاجم تيشو بالمفاصل بالجوينتس ممكن يهاجم بالبون ممكن يهاجم من الليفر وما ممكن يعمل ريفر فييلر ومرات يكون طبعا الاوتو انتيبودي سيستميكلوبس او دراج اسوشييتد كيف يعني؟ يعني ادوية بتحفز حساسية زي الهايبر سنستفتي بتاعت البين السيلن مثلا ممكن يكون اديوباثيك اديوباثيك يعني غير مرضي غير معروف السبب مرض غير معروف السبب زي سيستميكلوبس اريثماتوسيس فعليا هم ما بعرفوا سببه خصوصا كل امراض المناعة بشكل او باخر بيني وبينك انه ما بعرفوا اصلا ايش سبب المرض اللي بيصير تمام؟ يعني بيشكوا باعراض مثلا زي السترس زي البرد زي هالشياء بس هم مش متأكدين ايش السبب الرئيسي يعني ايش مثلا فيه جين مسؤول عنها او لا بس كل اللي يعرفوا انها ممكن تكون هيريديتري ومش برضو سيرتن بالموضوع بالهيريديتري سفيروسيتوسيس بتكون الخلايا بويضوية مش هيك بالضبط يعني سري الخلية نفسها هيك بويضوية تمام؟ من فوق بس من الجنب عشان تورو من السينوسويد لازم شو تكون حكينا بايك ونكيف يعني من فوق بتشوفها دائرة من هون بس من طرف سمكها يعني نازم يكون واطئ قليل فانا بالسفيروسيتوسيس لا المشكلة هيك بتكون سوري مش هيك هيك تمام؟ من الجنب يعني مش عاملة كون كيف من هون ومن هون مش بغاية يكون كيفي فبتعلق بالسينوسويد بتعلق بالسينوسويد لما علقت بالسينوسويد فيه اشي اسمه سبلينك مايكروفيجز السبلينك مايكروفيجز السبلينك مايكروفيجز هاي ماكروفيجز اسف السبلينك ماكروفيج بتروح تاكل الار بي سي تاكلها بتعالفاقوسايتوسيس تمام؟ عندما تكون فاكوسيتوسس في الماكروفيتس فاكوسيتوسس وفاكوسيتوسس كثير يصبح شي اسمه سبلينو ميقالي سبلينو ميقالي لو متذكرين بالترمز ميقالي يعني تضخم فتضخم للسبلين تضخم للسبلين صار انلارج منت للسبلين يعني فالسبلين كبر ونروح نعمل سبلينوكتمي وسبلينكتمي معناها ريسكشن للسبلين بارشل ريسكشن يعني جزء من السبلين انا بقطع منه يعني استقصل منه جزء او كومبليت ريسكشن تمام 100 فانا اعيد ريسكشن او كمتصر حولها بتروح وين على السبلين و السبلينك سينو سويد صح؟ وبالسبلين استك ما بتمر شو بسوي لها؟ باي سبلينيك مايكروفيجيز باي مايكروفيجيز صح؟ ولما عملها بالمايكروفيجيز فاقوسايتوسيس صار عنا اللارج منت لامين للسبلين لانه صار اكبر من حجم الطبيعي صار فيه التهام فاللارج منت بروح اعمل ايش؟ سبلينيكتومي فبصيروا المرضى اغلبهم اسبلينيك اسبلينيك يعني ما عندهم سبلين ممكن يكونوا لأبارشة السبلينيكتومية يعني جزء منه انا مش كله بقطعه بس تأصلوا يعني شو بقطعه طيب مية مية هيك الكلام ان شاء الله ففعليا انا بحكي عنه هون كيف يعني؟ يعني جزء من السبلين صار ايش اسمه هردتر سفيروسايتوسيس سفيروسايت اراؤند الريد بلتسل هاف لست هز ديفورمابلتي كلمة ديفورمابلتي يعني شكل الخلية بتغير وبطل الديفورمابل الحلو بالر بي سي الاستك شو يعني الاستك؟ يعني سمو فليكسبل فالخلية مثلا هيك انا بروح من هون بطعجها يعني لو في اشي صغير هيك بطعجها من هون من هون بتصير هيك عادة تطعج فالسفيروسايتوسيس بالمشكلة بتكون ديفورمابلتي واضية فبالتالي ما بقدر يغير شكله بتظلها هيك ومستحيل شو ما علقت باي اشي مستحيل تغير شكلها فبتظلها عالقة لما تظلها عالقة متنحها السبين لسا متنح اكثر منها فبرسل اشي اسموه ماكروفيجز وين؟ برسلها على الاربيسيز وبتحطمها تمام؟ فانا بقول المشكلة هون بالسفيروسايتوسيس مشكلة لميوتاشن والميوتاشن هون دوميننت يعني سائدة ميوتاشن على انكيرين سبيكترين اند باند ثري بروتين انكيرين سبيكترين اند باند ثري بروتين هيك تحفظوها انكيرين سبيكترين اند باند ثري بروتين بالميمبرين طبعا هاي المشكلة بتكون بالميمبرين بروتين ميمبرين سكيلتين بروتين تمام؟ لو نأتي للهيستولوجي لو نشوفها بالهيستولوجي الصورة هاي بتشوفها لاك ايش لاك سنترال بلور يعني ما لها سنترال بلور الاربيسي تمام؟ يعني وين هون؟ هاي الخلية هاي خلية طبيعية فيها central pallor وrounded بس تعالوا هون هاي rounded بس ما فيها central pallor ولا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي وبرضو لو بتكوا تلاحظوا تشوفوا هون شو فيه نقطة صغيرة صح وهون 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 هاي النقاط صغيرة لها معنى كمان تمام فأنا هيريديتر سفيروسايتوسيز أنا بحكي عن dominant abnormality بالبروتينز تاعة الميمبراين اللي هما آنكرين سبكترين and band 3 بروتين rounded cells with no central pallor in blood smear في شيء اسمه هول جولي بادي وهذا باللاب أكيد سيأتي لأن اللاب رح تكتب كل دكتور بكتب أسئلة لابه يعني يعني انتو أخذتوا هاي المحاضرة هاي المحاضرة إلها لاب اللاب ممكن يعطيكو يا الدكتور ثاني مش نفس اللي أعطاكم المحاضرة بس طرح ما اللي رح يكتب أسئلة اللاب رح يكتبهم يا الدكتور نفس اللي أعطاكم المحاضرة يا الدكتور الثاني طب الدكتور الثاني ما بعرفش أعطاكم الدكتور بالضبط فبيجيب أسئلة يعني مبينة زي هول جولي بادي هاي أكثر إشي بميز الهيدريديترس فيروسايتوسس مع لاك في سنترال بالور فبيجيب لك الشريحة هاي بيقول لك وين ايش الخلية ايش مميزات الخلية اللي عليها السهم هات مثلا بتحكيلوا لك هول جولي بادي هم أصلا هم عبارة عن من وين الناس اللي طب شو دخل فبتتحكي سمول نيوكليار ريميننس شون ان ايس بلينك بيرسن بلد سمير تمام فالناس اللي ليش ايس بلينك لأنهم عملوا ريسكش لالسبلين بسبب شو السبلينو ميجالي ليش لأنه عندهم هميروتيك أناميا تمام فايش بيظل بيظل هو الاربي سي أصلا شو وظيفتها السبلين آسف شو وظيفته وظيفته هنا قد دم من الخلايا أياتها اللي فيها مشاكل فبالتالي ما عندي سبلين فرح تضل هاي الخلية اللي فيها الهول جولي بضي ويتمشي بدم بحكي كمان سفيروسايتس has limited deformability sequestered in splenic cords فبتضلها sequestered يعني تجمع تجمع بل splenic cords بالsinusoids trapped by macrophages يعني تمسك الماكروفيرج تعانها كاش تصطادها and then causes what anemia lymphoid آسف causes anemia lymphoid hyperblasia and reticulocytosis splenomegaly يعني الناس اللي عنهم splenomegaly بيكون وزن اللي عندهم تخيلوا من نص لكيلو جرام يعني بصل وزن اللي اللي عندهم كتلته نص كيلو جرام لكيلو جرام وبرضه مع اللي بيكون كوليثياسس والكوليثياسس gallstone بتكون بالمرارة بالقال بلدر وكمان جوندس جوندس بسبب البيليروبن صح مية مية سبلينومي سفيروسايتس هف ديكريز كابسيتي تو اكسبان الهايبوتونيك سلوشن السفيروسايتس حكيت لكم قبل شو ان الار بي سي بتكب لما بيجيها ضغط بتغيير شكلها مارينة السفيروسايتس لا السفيروسايتس مش مارينة فبالتالي شو شو ما صار فيها ما رح تغير شكلها ما رح تغير شكلها لو حطناها بهايبوتونيك سولوشن يعني محلول مي وملح رح تنفجر لانه رح يوصل ما رح توسع يعني هلأ تدخل فيها مي بتدخل فيها مي لحد ما ايش تفقع بس الخلايا الار بي سي زي لما تدخل فيها مي بتتوسع زي البلون تحط تنفق فيها و بتوسع بينما هاي الخلايا لا مجرد ما فات فيها مي بتتوسع شوية بعدين ما تتحمل فبتنفجر تمام طيب بارا فيروس بي نانتين بارفو فيروس بي نانتين افكتد ريتيكولوسايت سو ذات ديليز فممكن يجي فيروس على بحالات الأنيمية بيوصلهم فيروس المساكين فبتزيد الطين بلا البارفو فيروس هذا يسموه ريتيكولوسايت ايتر او هنتر يعني بيجي بيصطاد ريتيكولوسايت فبالتالي ما رح تتكون ريتيكولوسايت فهذول الناس يا حرام اللي بيكون محهم بارفو فيروس بنعمل لهم نقل للدم يعني تبرع بالدم بننقل لهم بالترانسفيوجن يعني ايش علاجه ما ضول الناس اللي محهم بارفو فيروس آسف اللي محهم هريديتر سيروسايتوسيس بارشل سبلينوكتمي بمعنون سبلين والليفر انتو بتعرفوا بعملوا بسموهم ري جروينج يعني برجعوا يعملوا جروينج نمو فبالتالي انا ممكن ارجع اعمال سيكشن بالمستقبل يعني رح يرجع لحجم الطبيعي ترجمة نانسي قنقر